كل هذه التفاصيل كنا نتابع مشاهدين وعبر مختلف ولاية الوطن انطباعات المترشحين حول أول مادة مادة الأدب العربي وكذلك الاساتدة وأراهم حول هذا الامتحان دائما نتواصل متواصلين مع التغطية المباشرة رفقة زملاء المرسلين من ولاية البيض نتابع إذن أهلا بك زميليم سالخير دائما نواصل هذه التغطية المباشرة أو عفوا من النعامة محمد عمراني يلتحق بنا على المباشر مثال خير محمد عمراني أهلا بك وإليك الكلام مساء النور زميلة أحلام نحن نحن انتقلنا من المشرية النعامة إلى أحبت نسق سيك إلى مدينة الشلالة بالبيض حيط حط إذن ونحن هنا أمام تنوية حميد الحاج علي هذا المركز الذي ازداج فيه تلاميذ هذه المدينة مدينة الشلالة ومدينة كذلك بوسمغون معنا السيد بن جلو الحمد رئيس أو نائب رئيس المركز سوف يعطينا أجواء الامتحانات في الفترة الصباحية وهل كانت هناك تجاوزات أو هناك مثلا حالات غش أو حالات غيابات من طرف تلاميذ السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ننتم الآن مع مركز سنوية حميته الحاج علي الأجواء كانت من قام بإنجاح هذا الحادث التربوي نتمنى توفيق لتلاميذنا الأجزاء ولمعلوماتكم فسنوية حميته تضم طلبة طلبة دائرة بوسمغون الذين وفرت لهم البلدية النقل وهم الآن يجتزون هذا المتحان في ظروف أكثر أكثر من حسن عدد تلاميذ هنا عدد تلاميذ المركز يضم 116 تلميذ مترشح إذن كانت هناك الاجتياز والظروف جد عادية في الفترة الصباحية الاجتياز كان عادي وفرنا حتى للتلاميذ الأجواء الراحة المتطلبات من قاعات مكيفة توفر للماء الشروب الوجبة بروتوكول صحي كذلك محكم والحمد لله لحد الآن الامتحان يسير في ظروف أكثر من حسن إذن معي أحد التلاميذ الذين اجتزوا شهادة الباكولوريا هنا أو بمركز حميدة الحاج علي بالشلالة كيف كان الامتحان أو كيف كانت اختبارات مادة اللغة العربية في صباح وهل كان هل الأسئلة التي طرحت كانت من المقرر مادة اللغة العربية من المقرر من المقرر للمقرر للمقرر مادة اللغة العربية جادتك صعبة شوية جادتك صعبة نوعا ما نوعا ما جادت صعبة إذا كانت أهل بديت بالسؤال الأول سؤال الثاني سؤال صعب سؤال سهل السؤال الأسئلة الصعبة خليتها التالي أسئلة سهلة سيت فيها والحمد لله كل شيء جاز بخير نتمنك شرح التوفيق والنجاح إذن زميلة أحلام كما شاهدتم هذه تصريحات نائب رئيس المركز وأحد التلاميذ الذين اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا خاصة في مادة اللغة العربية صباحا جزيلة شكر لك من ولاية البيض ونوصل دائما مع تغطيتنا المباشرة زميل رمزي خوة من ولاية خنشلا مساء الخير رمزي تنقل لنا أجواء اجتياز امتحان شهادة البكالوريا أول مادة من ولاية خنشلا انطبعات التلاميذ لو كان لديك احتكاك مع بعض المترشحين رمزي خوة مساء الخير مساء الخير زميلتي مساء الخير لكل مشاهدي قناة النهار تيفي أينما كنتم وحيث موجدتم نحن متواصلون معكم في التغطية المباشرة لامتحانات المصيرية لشهادة البكالوريا كما شاهدتم صباح اليوم كانت أجواء رائعة جدا وسط التلاميذ على مستوى مختلف مراكز الامتحان بالنسبة لانطبعات التلاميذ حول صعوبة أو سهولة الامتحان فيما يخص امتحان مادة اللغة العربية وأدبها تبينت الانطباعات فيه من يقول أنه سهل وفيه من يقول صعب لكن يعني على العموم اتفق على أن الاختبار كان في متناول الجميع يعني اللي درس يلقى إن شاء الله في الامتحان زميلتي يعني ما عندناش حاليا مترشحين معنا هنا على المباشر لكن معنا بوسالم سفيان نائب رئيس المركز ممكن ناخذ رأيه فيما يخص امتحان صباحة اليوم في مادة اللغة العربية وأدبها يعني ماذا لمستم في الامتحان اليوم هالأمور يعني صارت بشكل عادي بخصوص مثلا الغش هل يوجد غش أم لا بسم الله الرحمن الرحيم بوسالم سفيان نائب رئيس مركز بث مباشر من ثانويت البح محمد الأخضر تم اليوم اجتياز مادة اللغة العربية وأدبها من طرف تلميذ شعبة علوم تجربية نظاميين بالنسبة لأراء التلميذ حول امتحان اللغة العربية وأدبها حسب أراء التلميذ كان من المقرر الدراسي أما بالنسبة لحالات الغش لم نسجل أي حالة غش بالنسبة للتنظيم كان التنظيم محكما جدا فقد هيئنا المركز قبل أيام من انطلاق شهادة البكالوريا بمعيد زملائي عضاء الأمان العامة وكذا الوصاية المتمثلة في مديرية التربية لولاية خنشلة بالنسبة لحالة نفسية للتلميذ كيف كانت حالة نفسية للتلميذ صباحة اليوم خاصة أنهم أول مرة يجتازوا امتحان مصيري اللي هو البكالوريا بالنسبة لأغلبية التلميذ رفقهم أولياء الأمور كانت تحضير نفسي جيد جدا من قبل الأولياء كما سجلنا بعض من الحالات حوالي حالتين أو ثلاثة مباشرة قمنا بمرافقتهم إلى سيدة مستشارة التوجيه حيث قامت لازم لتهيئة نفسية هؤلاء التلميذ نعم شكرا جزيلا نتمنى التوفيق للتلميذ في شهادة البكالوريا وشكرا نعم شكرا شكرا جزيلا وكذلك معنا عضو شكرا لك نكتشف بهذا القدر رمزي خاوة نشكرك مجددا وشكر موصول لضيفك سنعود إلى البلاتو أيضا في نقاش متعلق بامتحان أول يوم من امتحان شهادة البكالوريا أو المادة مادة الأدب العربي قراءة وبالتحليل ونقاش سعد باستدفة أستاذة في مادة الأدب العربي من الثانوية ريال ريال روج